وعليكم ورحمة الله وبركاته. والله وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد على اصحابه اجمعين. ازايكوا حبيبا عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير وحشتوني جدا جدا. هنعمل يا راشا النهاردة. هنعمل بقسمات حرف الاس. بصوا جميل جدا. بيتباع في الافران. بصوا بنص كيلو من الزقيق. عملنا كمية كبيرة جدا. طبعا مني بيزا زي انا كنت عاملها عشان بنتي انا واخدها معايا عشان عندها تمرين وكده. وعندها بتولة ومعرفش ايه الزغنانة. وروحت ايه? ادتها لها خديتها معايا ايه? مع البقسمات ايه الجميل ده? والله طالع تحفة تحفة جدا. بصوا جميل جدا. كده وشكله لزيز جدا. ينفع معنا مع كوباية شاي كده الصبح. مع كوباية قهوة جميل جدا والله بطريقة تحفة. بيتباع بقدي كده في الافرام. احنا لنشتروا برا واحنا ممكن نعمله بقال التكلفة. هو بحبة مية وحبة دي. عملنا بصوا احلى بقسمات للحرف الاس. بصوا جميل جدا. بصوا. لما معايا كمية كبيرة جدا. بصوا لما معايا قد ايه يا جماعة? الله الله عزيم طريقته. خرافة. نحن نعملها مع بعض. نشوفها معنا ازاي? مع حبة دي. مع حبة مية. هنعمل احلى بقسمات بحرف الاس. بصوا. وما ترون بقى الميني بالزا دي. وغلفتها كده. ايه? وخلصنا بقى الموضوع. دي ايه? كوباية من المية. المية عادية. حتى كده في الايه? بالعجاب. عليها معلقة من السكر. معلقة كده كبيرة من السكر. معلقة من الخميرة. ربع معلقة بالباكين آآ بتاع دوات باكين بودر. وحتى دي كوباية الا ربع من السمنة على معلقتين من الزيت. ليه يا جماعة سمنة بتبقى جميلة قوي قوي في البقسمات اللي حرف الاس ده. ما هو ده بقسمات مش نفس اللي هو البقسمات اللي هو الناشف التاني دوات اللي هو التاني ده ما بتتعمليش آآ سمنة ولا دي ايه? سمنة كتير ولا زيت. بالطريقة دي ده جميل جدا عشان هو كده عشان كده بيبقى غالي في الافران. طبعا كده دربتهم في قلبه بعد ايه تلغط ما العجينة بقى الجميلة معي هي تبصوا. طبعا جبتي بقى ايه? معلقة من السمسم. معلقة من الزيت. معلقة آآ معلقة من السكر. وقلبتهم في قلبه بعد كده. ده اللي عشان ايه? تمسك الحرف معنا بعد ما نخلصه. آآ تقفش معنا في الحرف الاس سمسم ما يقعش ولا اي حاجة. طبع نقطع كده العجينة بتاعتنا بتاعت ترتاحش وايجة عشر دقايق وبعد العشر دقايق كده قطحتها. معلقة عشان هو بصور بايد ومسك التلفون بايد. طبعا بقى كده اهي. بصو مش نفعة لازم حد يجي يصورني. قلت استنى بقى لما يجي حد ويصورني. طبعا كده خلصت هوت. اشتغلت حبة بقى وقلت ايه يا جماعة لغاية ما هو حد يجي يصورني كان ايه اللي يعرف الدرس وكده. مش لايه حد يصورني. بصو عملت بطريقة سهلة هوت. بصو بترس بكل سهولة. انت بتعمل ايه زل بقسماتي التانية بالزبط بس انت بتصغريها شوية. وبتعمل عليها ايه? الحرف اللي انت عايزيها. اهو. بالا اه بالسمسم كده واذ ايه? وتعمل ايه? بالسمسم مع السكر ببقى جاملة جدا طبعا ما بتحس ان هي فيها ايه? تسكيرة كده شوية مصقرة شوية بتبقى جميلة جدا بجد. اهيت. وطبعا بعد ما خلص انا هسوي على طول يعني مش هسيبها خلاص هي خمرانة وجميلة جدا معنا اول ما نخلص جمية بتاعتنا اشغل الفرن وتبقى قاعدة كده جنب الفرن عشان ما يتحرقش منك البقسمات. عشان الفرن اول ما بيسخن خلاص بيستوي على طول البقسمات معنا. بصوا اهيت. انا كده ايه? بطولها كده. اهي. اهي. وعصها. طريقتها سهلة. انا عملتها معكو هي كزا مرة عشان تبقى تعرفوا ان هي سهلة جدا. بترسم الشكل كده على الصاج بتاعك. بيطلع الشكل بتاعك حلو جدا. وعادي لو تبقى يا ستماعوك شوية ولا حاجة عادي يعني. مش هتخصى. طبعا كده هو. اهي. اخلص بقى الكمية كلها بنفس الطريقة دي. والله بنص كيلو ميني دي ايه. رمى معي كمية كبيرة جدا. وطين ميني بتزا اللي انا عملتها. طبعا انا عملاها معاكو كزا مرة. مش يصور معاكو البتزا. طبعا ايه? دخلت البقسمات بتاع كده في الفرن. واول ما تجع بص اللون بتاعه بقى الدهوي كده. بس يسخن جدا. انا مش طيق امسكها اصلا. بصوا. جميل جدا. طريقته سهلة خالص وبسيطة. اهوت. وحادث الصاج التاني. ومعمل معي تلس سجات. وكده يكون ايه? خلصنا الفيديو. ويا رب يكون الفيديو عجبكو. وشكل البقسمات. الحرف الاس ده شكله حلو جدا. ويكون عجبكو. والطريقة سهلة هي وبسيطة يا جماعة. مجربوها. يا عجبكو جدا. ويا رب يبقى ولجو. بتنسوش بقى لو عجبكو الفيديو. دوسو اللي لايكو. وتفعلو الجرس عشان انا نوصل لكم كل جديد. يا الله سلام عليكم ورحمة وبركاته.